مساء الخير يا رب دايما تكونوا بخير النهاردة هم معاك كيك بشوكولاتة طعمه حلو جدا جدا هنعمله بشوكولاتة وجوز الهند فطعمه بجد مميز قوي قوي طحفة وهنعمل كمان عليه طبقة كده كريمية غنية لو انت حابة تعملي حاجة حلوة للولاد سهلة وسريعة في الكريسمس او في اليونير اعملي الكيك الحلوة دي محدش هيصدق ابدا ان هي معمولة من غير بيد ولا حليب ولا زبدة وطعمها بالحلاوة دي وهشة كده وفلافي شايفين شكلها قد ايه حلو وكمان طريقتها سهل تعالوا شوف الطريقة اول حاجة هبدأ بيها انا عندي هنا كباية لربع من السكر السكر العادي لحبيبات وعندي نص كباية من الزيت زيت نباتي نوع كويس اهم حاجة نهتم بنوع الزيت عشان يطلع طعم الكيك حلو يبقى زي ما قلنا كباية لربع سكر نص كباية زيت نباتي وعندي معلقة كبيرة ونص من الخل الخل هنا مهم جدا جدا ما ينفعش نستغنى عنه وعندي كباية من المية الدافية مش محتاجين مية سخنة ولا مية بردة احنا محتاجين مية دافية لها يكون فترة شوية هنخوتهم بقى الاربع مكونات دول ونضربهم في الخلاط كويس جدا جدا حوايا دقيقة نص او دقيقتين هيتحولوا معانا كده للخليط كده كريمي شوية كده ويكون افتح شوية او لونه ابيض شوية كده هيكون مزبوط معانا يبقى احنا نحطينا الاول السكر والزيت والخل. والمية وهنضربهم زي ما قلنا في الخلاط حوالي كده او دقيقتين لحد ما يتحولوا معانا كده القاوام افتح وكريمي شوية بعد كده نحضر المواد الجفة اللي هي عبارة عن كوباية وربع من دقيق انا مستخدمة دقيق مخصص للكيك وانت لو حابك تستخدم دقيق جميع الاستخدامات مفيش مشكلة بس دقيق مخصص الكيك بيكون نتاجه احسن هنحط عليهم ولازم تعيير الكوباية كويس جدا جدا عشان خليط يطلع معنا مصبوط يبقى كوباية وربع من دقيق معلقتين كبار مليانين هرميين من الكاكاو الخام الغير محلة وزي ما بيقول كل مرة كل ما يكون نوع الكاكاو حلو كل ما يكون الكيك طعامه حلو عندنا معلقة صغيرة من تكون معلقة صغيرة مليانة نص معلقة صغيرة مليانة من صودة رشة ملح باكو فانيلا وعندي كمان معلقتين كبار مليانين انا حطاهم علشان يدوني غناوة جدا جدا من الحليب النباتي او الكريمر لو انت حابة تستغني عنه مستغني عنهم بس هما بصراحة اضافة حلوة جدا جدا في الكيك وانا النهاردة هعمل الكيك دي بتعم جوز الهند وهحط عليها كمان كريم الجوز الهند فعلشان كده حطيت معلقتين كبار مليانين من جوز الهند لو انت مش حابة تعمليها بجوز الهند خلاص استغني عنها مفيش مشكلة هناخد بقى المواد الجافة دي كلها ونقلبها مع بعض كويس جدا جدا وياريت كمان تنخليهم مرة او مرتين علشان ما يكونش فيها اي تكتلات من الكاكاو او من الدقيق وبعد كده هنضيف المواد السيلة اللي كانت في الخلاط على المواد الجافة ونقلب كده تقليبة حلوة كده بالمضرب السلك اليدوي لحد ما كل دقيق يختلط تماما مع المواد السيلة شايفين شكله تحفة وقوامه مزبوط جدا جدا انا محتاجة قوام ده اللي هو بيكون متوسط مش تقيل اوي مش خفيف اوي هي في الوقت ده طعمها حلوة اوي اوي وبجد رحتها يعني الجنن هنجيب بقى صنية دي صنية بايركس عشان كنت حابة اعمل الطبقات تكون زهرة كده في التصوير بس انت ممكن تعمليها في اي صنية مفيش مشكلة او تستخدمي اي صنية المونيوم او او اي حاجة يعني هتنفع لو انت حابة بقى طبقة الكيك عالية هتعمليها في صنية صغيرة مقاس اه اربعة وعشرين او اتنين وعشرين لكن لو انت حابة تعمليها هيكون قاومة متوسط انا حباها ما تكونش مرتفعة اوي فعشان كده عملتها في صنية كبيرة مقاس ستة وعشرين فشوفي بقى انت حابة حجم الكيك قد اي على اساس التقديم الصنية بعد كده هنكون مساخين الفورن كواس على درارة مية وتمهين هندخلها في الرفل في النص وبعد حوالي عشرين ديان نبدأ نتباح تاني خطوة هنعمل بقى كريمة حلوة جدا جدا غنية عشان نضيفها على الكيك دي ممكن تعمليها او لا دي براحتك انت بس هي يعني عشان تكون كده يعني حاجة مختلفة ومميزة فانا عندي هنا كوبايتين من الحليب استخدمي اي حليب نباتي بتحب تستخدميه حليب لوز حليب جوز الهند احنا عملنا وبعد حليب جوز الهند وهيليق جدا جدا مع الوصفة دي فممكن تعمليه ولو انت ما عندك اي حليب نباتي مفيش مشكلة هاتي معلقتين كوبار مليانين من الكريمر او الحليب النباتي الباودر حطيهم في كوبايتين من المية ممكن تكون مية دافية عشان يدوب معنا كويس قل بيهم وكده برضو هيكون عندنا حليب نباتي وانا زي ما قلت لكم انا حابة النهاردة اعمل كيكا بتعمل جوز الهند او كمان الكريمة بتعمل جوز الهند فحطيت معلقتين كبار مليانين من جوز الهند المبشور عند معلقة كبيرة مليانة دقيق معلقة كبيرة مليانة النشا رشة من الفانيلا وكمان معلقة كبيرة مليانة من الكريم شانطي الخام بيدينا طعم حلو جدا جدا للكريمة دي هناخد بقى الحليب او الحليب النباتي اللي احنا حطينا عليه الكريمر او اللي هو الميا بكريمر يعني على المواد الجافة ونبدأ نقلبهم مع بعض كويس جدا جدا الاول على البارد لحد ما كل النشا والدقيق والكل حاجات احنا احنا حطيناه والكريم شانطي كله يدوب كويس على البارد وبعدك هنرفعه على نور هادية وبدأ يقلبي فيه مهم جدا نتقلبي فيه عشان ما يتلسعش منك او يكالكع لحد ما يتحول معانا للخليط كده كريمي شايفين وتحفة حلو جدا جدا مجرد معمي كده فكاكيع وبابل هو كده جاهز معانا هنطفي عليه وقادي الكيكة خرجت معانا هنعرف امتى ان هي استوت لما نحط فيها خلت اسنان تطلع نظيفة ما فيهاش اي حاجة يباها كده استوت معانا وزي الفل انا امتى دي استوت معايا زي ما قلت لكم ان كنت عاملة طبقة ما تكونش آآ عالية قوي فانا لما حطتها على الفرن في درية حارة 180 زي ما قلنا في الرافل في النص اخرت معايا بالضبط حوالي 25 ديئة فانتي بعد 20 ديئة يبدأ اتابعيها خرجت من الفرن كترحتها تحفة وطرية بطريقة مش قادرة وصف لكم هي قدية طرية وحلوة هبدأ بقى كده عاملها كده فتحات بقى عواد الشيش طوق دي علشان لما اضيف عليها الكريمة الكريمة تدخل كده جوه الكيك ما يكونش بس طبقة من برة ممكن كمان تسقيها بشوية نسكويك اللي احنا عملناها السيومي اللي احنا عملناها من كام يوم بس هي بصراحة مكادش محتاجة تسقي هي حلوة وطرية جدا جدا من غير ما نسقيها اي حاجة كده الكيكة خرجت من الفرن استنينا لما تبرد عملنا لها فتحات ضفنا عليها الكريمة سخنة يبقى انت ممكن تساني لما تخرجي الكيكة من الفرن سيبيها تبرد وبعد كده حضري الكريمة هقول تاني الكيكة بتكون بردة والكريمة بتكون سخنة جدا جدا علشان بس متعجنش معاكم لازم حاجة من الاتنين يكونوا حاجة بردة وحاجة سخنة هناخد بقى الكريمة الحلوة دي ونضيفها علي الكيك زي ما قلنا تاني الكيك بارد والكريمة سخنة وبعد كده هناخدها بقى ونغطيها كويس بستريتش بعد ما تبرد تماما نغطيها بستريتش او نغطيها بكيس بلاستيك ونحطها في التلاجة كده ترتاح حوالي ساعة او ساعتين قبل ما نيجي ناكلها بعد كده هنخرجها قدامك بقى اكتر من حل ممكن تحط عليها شوية سوس وشكولاتة انا عملت معاكم قبل كده سوس وشكولاتة صيامي لو حابين وقولولي هجيب لكم اللينك بتاعه ممكن نعمل عليها على وشكة سوس وشكولاتة صيامي اه شوية انا النهاردة حطيت شوية كاكاو كده اه من اللي انا عملت اللي هو زي ده شوية كاكاو خام شوية ببشر شكولاتة صيامي يعني التزين من فوق ده براحتك انت ممكن تحط شوية جوز هندي تاني عشان تكون غنية اكتر بجوز الهند يعني براحتنا انا هنا حطيت شوية كاكاو وشوية شوية شيبس صيامي وكمان حطينا اه واحدة كان الفراولة عشان نزين بيها الكيك الحلوة دي التزين ده كان بتاع بانتي بقى هي اللي قايتلي نحط ايه وما نحطش ايه وبعد كده ما نبدأ نقطعها وناكلها بالف هنوشفها بجد حلوة جدا جدا وطرية مش قادرة اوصف لكم هي قد ايه طرية محدش هيصدق ابدا ان هي فعلا مش معمولة ببيد ولا ما هتطلها حليب ولا يعني متكلفة اصلا هي تقريبا مفيش تكلفة بسيطة جدا جدا وشايفين بتطلع معنا بكل سهولة لو انسي حابة تعمليها في المونيوم مهم جدا جدا تكوني دهنة الصينية كويس علشان ما تعملش معاكي ما تلزقش منك في الصينية لكن البايركس مش بيلزق شايفين تحفة هي طلعت معنا قطعة الكيك هشة جدا جدا وفلافي وكمان الكريمة التحفة وطعمها حلو جدا جدا فيلا بقى اعملوها كل ساون طيبين وبالف خير وليه اغبارها وبس خلاص يا ربكو الفيديو سهل وبسيط وجربوه على طول اشوفكم فيديو تاني معسى امتنوش بقى وصفة تعملوا لايك وشيروا كما سبسكراب لقناتي على يوتيوب لو محتاجين اي وصفة اكتبوا هلي ان شاء الله عملوها بعض قريب. عز تقولي ايه? قولي يلا بسرعة قولي. كانت حلوة? حلوة قوي بس شكلها حلوة ومسكرة قوي. ومسكرة قوي? ام. دي كانت كيكة اللي قولي عملتها صح? ام.